يعني هناك العديد من الأجهزة اللي تعاملت أو تقطعت مع العملية الانتخابية المؤسسة الإعلامية بكل روافد المحليات، الهيئة الوطنية للانتخابات أجهزة الأمن اللي كانت بتأمن كل هذه المؤسسات اللي داخل الدولة المصرية كيف التزمت بالحياد الإيجابي خلال العملية الانتخابة الرئاسية؟ طيب في البداية لازم نوضح أن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم وهو الاستحقاق الأكبر وأغلب دول العالم بتتابع الاستحقاقات الرئاسية يمكن أكتر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان البرلمان يجي في المرتبة الثانية ثم بعد كده المحليات طيب لما نجي نتكلم على الاستحقاقات الرئاسية كان قبل كده لدينا إشكالية لما نيجي نتكلم على قبل 2011 كان عندنا مشاكل كبيرة جدا وكنا بيقولك لا الإعلام مش محايد المؤسسات الأمنية مش محايدة كلام ده كنا بنسمعه طيب لما نيجي نتكلم النهاردة وتحليلنا احنا كرجال قانون وكرجال سياسة هنلاقي ان المؤسسات الإعلامية حياة كامل يمكن احنا بنتكلم في الشركة المتحدة مشكورة قدت فترات ودقائق متساوية لحملات الأربعة ده أكبر حيات فبالتالي أصبح المرشحين احنا بنسمعهم وبنشوفهم ونشوف مؤتمراتهم حضراتكم بتغطوا المؤتمرات بتاعتهم طيب لما نيجي نشوف النهاردة مرشح يقول أنا هعمل مؤتمر في اسكندرية تاني يوم يقولك المؤتمر التاني ده هيكون في الصعيد أو في أسوان مين اللي بيغطي ده من الناحية الأمنية المؤسسات الأمنية وبالتالي أصبح انت في صورة لائقة جدا بتعمل مؤتمراتك واللي بيأمن عليك المؤسسات الأمنية المؤسسات الأمنية أمنت المرشحين الأربعة في كل المحافظات أيضا انت بتتكلم على الانتخاب لما ييجي يتم لازم يكون عندي إشراف قضائي والإشراف القضائي ده اللي أصر عليه طبعا الحوار الوطني ثم جاءت الهيئة الوطنية للانتخابات مشكورة وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبالتالي لما تنجح مؤسسات الدولة ده الاختبار الحي وعلى فكرة قبل كده البعض يقول لك طب ما كان فيه تعددية قبل كده في 2005 طبعا يعني كانت الدنيا مش زريفة كلنا عارفين هذا الكلام لما نجي نتكلم على 2012 2012 كنا بننتخب العاطفة وطبعا كلنا عاصرنا هذا الكلام ما كنتش شايف أنت برامج ولا أي حاجة وكان عندنا حوالي 12-13 واحد بس كانت مفيش حد فينا اتطلع على برامج بعين حتى لما كان البرنامج اللي تقال من جامعة الإخوان كان برنامج فانكوش اللي هو برنامج النهضة واتضح طبعا ومئة يوم ومش مئة يوم واتضح أن طبعا كل الكلام ده ما فيش أي حاجة لكن النهاردة إحنا بنتكلم على الأربع مرشحين لديهم أربع برامج وابتدينا الناقش ده في وسائل الإعلام فبالتالي لأول مرة بنتكلم على تعددية حقيقية حياد إيجابي تجربة ديمقراطية وليدة أنا شايفها نكحة جدا ممكن نبني عليها بعدك هو ده صح إنك أنت حتى ولو كان البرامج أنت شايف أني لك ملاحظات على البرامج بس فيه برامج في حاجات أن أنا أقدر أبني عليها وبالتالي نجاح مؤسسات الدولة في الحياد الإيجابي أنا بسميه حياد إيجابي مش حياد سلبي حتى المحليات نفسها المؤتمرات دي أنت بتعملها فين في محافظات فكان ممكن محافظة المحافظة تقول لك لا والله أنا مقدرش يعني الحاملة دي أو المكان ده ممنوع نواجي عندي مثلا لكن إحنا بنقول نجاح كل مؤسسات الدولة كل الوزارات كل المحافظات كل المؤسسات الأمنية الكبيرة المحترمة ساعدت في هذا الحياد وساعدت في أن هذه المؤتمرات ما سمعناش مرشح من المرشحين الأربع قال لك والله أنا جيت أعمل مؤتمر ما نفعش تعمل المؤتمر أوش تكى صحيح فكل ده نجاح لمؤسسات الدولة وحياد إيجابي نستطيع فيما بعد أن إحنا نبني عليه في الانتخابات القادمة سواء كانت انتخابات رئاسة أو انتخابات برلمانية ممنونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون